بسم الله الرحمن الرحيم معكم أنا دكتور ريهاب أبكرة عبد الرحمن هي الطراوة consultant of acute care medicine مستشفى سوب الجامعي professor of medicine faculty of medicine university of hartoom في هذا السession هنتكلم عن liceo admission and discharge criteria and react to icu objectives of this session to discuss admission and discharge criteria to icu and by the end of session would like to implement icu priority in the trial process طيب احنا عندنا الprioritization احنا ذكرنا العيام بالدياغنوزيز في بعض الدياغنوزيز بساعدنا نقول الزوالد لازم يخش دي الصبر اكنويت هموري ايماي ويز اه احيانا ما بكون عندنا دياغنوزيز بالوبجكتيف براميتر بسل changes في الفايتل صاين بالأب نور مالي تفاق بالأب نورمال فاينداء بالقرر ان عياندا يخش اهم من ديل بتجي الغير اللي هي اللي هي پيوريتي 1 تجدر تعرفيها العياندا is likely to benefit or not this system defined those that will benefit from icu care اللي هي پيوريتي 1 to those who will not benefit priority 4 بنلقع عندنا الى سبكترم نمر واحد ديل ممكن يحقق القصوى نمر اثنين بيستفيدوا لحد ما نمر ثلاثة بتكون في يعني يعني شكوك في الاستجابة حق قدو النمره 4 غالبا ما بيستجيبه priority 1 هنا ديل these are critically ill and stable patients in need of intensive treatment and monitoring that cannot be provided outside the ICU no limit is place العينين ديلنا من نقول ديل سوى كان بالobjective parameter او بالdiagnosis يخشوا العناية المكثفة بندون اي حاجة من دون اي حاجة متاحة من دياليهم no limit is placed on the extent of therapy they are to receive example of this patient may include post operative acute respiratory failure patient requiring mechanical ventilatory support and shock or hemodynamic unstable patient receiving invasive monitoring اللي هدا منزول healthy وجاتوا سيفير condition دا بترقدوا تعمل لا يحاجة طيب priority 2 these patients requiring intensive monitoring and may potentially need immediate intervention اللي هما بيشبه priority 1 بيكونوا بريسيك برضو هنا no limit are placed in the intervention this include patients with chronic comorbidity chronic comorbidity chronic comorbidity condition who develop acute severe medical or surgical illness بيمفرق بين 1 و 2 when they healthy ما عنده حاجة 2 بيكون عنده chronic condition مثلا diabetes CKD عنده transplant عنده chronic liver disease المهم عنده condition هي بتخلي ال prognosis بتاعه يعني أسوأ من ال prognosis حق ناص priority 1 لكن برضو ديل بنعمل لون اي حاجة واي intervention نفعله ونقدم لون نفسه كسه 70-year-old female with diabetes hypertension she has cholangio carcinoma underwent CPD chronic bioluct stenting and she has a partahepatsis metastasis لكن غير كدا ما في عذر deposit she was able to walk and do most of the daily living activity she came to the yard with fever تقبنيا وشي وزي محيبوكسي وحيبوكسي ويصحيك وزي مخالقه وعندها سيفير سيدوزي ونلاب Icarb نفس السنانيو ينقبه لكن هنا ندخل 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 والتقلانجيو وكارسينومة بدون التقلانجيو وكارسينومة نحن ممكن نقول العيانة دي priority 3 وقلانجيو مع التقلانجيو لكن عند أغوط فمكشنال المترجم للقناة تسمى المريضة التي يوجد سمطانيات مهتموعة مهتموعة لكن شخص مستواجد بشكل تعمل عندما يكون مهمة في بيطانيات والأحساب المريضة هذه المريضة هي استعمال كولانجيوكا هذه هي تحضير المريضة يوجد موجودة إلى مستقبل يوجد المتشفى إلى المنطقة ومع البحثة في المنطقة وقررنا انه الماكسيم حيكون نننفذيف ويزا لا قدر الله الرسد ما حنعمل سي بار زي دا بيشبهوه الناس البرضو بكونه انت اورغن فاليا الناس عندهون ادفانس هارت فاليا مسلا جاكب ايجاكشن فراكشن 20 دياليت ممكن تديهم الدوبيوتامين وتديهم الاثر مدكيشن والنننفذيف لكن دياله خشو فنتليتر من الصعب جدا يطلع منه بردو الادفانس COPD الادفانس liver cirrhosis child c يعني ايزولي's organ failure او ناس المالغنانسي انه من يكون عندهون meds with limited mobility او ناس اعوكم بري بور فهنا ديو سيتلمت on the intervention no cpr no intubation نفس المريض الفاتت اللي هي سبعين سنة وزديابيلي سيبرتنشن عنده ميكولانجي كارسنوما عنده كومن بيولدكت استنت عندها پروتونيال متاستيس and lung متاستيس بدبون confused on diaper on feeding tube she was بدبون she came to ER with fever tachybnea and shock severe acidosis نفس المريض دي كان مشاة البيت وعاد زي شهرين وجعتنا بسيبر متاستيس هنا دخطيناها priority 4 these are patients who are generally not appropriate for intensive admission admission for this patient should be on individual basis under unusual circumstances and at the discretion of the ICU director طيب one group patient with terminal and irreversible illness facing imminent death فالعيانين الزي دي احنا في الناية خطيناها تبقى priority 4 وتكلمنا مع هلا وركدناها في الغرفة على الرغم من انه عندها cancer وكان stage 4 لكن وكيد كانت stage 3 priority 3 كانت هناك functioning active وموبايل الموبيلتي دي عندها very strong prediction for outcome من الأمثلة بتاع priority 4 severe irreversible brain damage irreversible multi-organ failure metastatic cancer unresponsive to chemotherapy radiation therapy أو not appropriate for this therapy أصلا patient with decision-making capacity يقول لك يا خنا ما داعر اللي هو حسب الأطنمي حقه هي decline intensive care treatment and invasive monitoring الناس الbrain dead وما يكونوا مشين لأرغن نحن ما مطلوب مننا نعالج القربس القربس management تب تعملوا لما تكون مودي المريض لأرغن donation والناس الpermanently unconscious اللي هي البرزيسطن في جديد في ستة ديل برضو not appropriate there are priority 4 case study 23 year old female came to ER with loin pain fever dysuria respiratory rate 18 saturation 98 on room air temperature 37 blood pressure 116 over 70 heart rate 80 alert awake oriented طمان عيانا دي صاحين ده feature of UTI لأنني هي very healthy فادي هنا دب نقول بردو priority 4 القبال دب نقول 2 sick to benefit ودب نقول 2 well to benefit ناس ديل هنا the little or no anticipated benefit from ICU care on low risk of active intervention that cannot be safely administered in the floor يعني العيان دي براحة جدا تتعارك في البيت أو في الfloor الناس البيخشو لي peripheral vascular disease hemodynamically stable DKA mild congestive heart failure unconscious draw over dose uh case study this is a 58 year old female diabetes hypertension polycystina rupra vera admitted to ICU with severe abdominal pain and acute abdomen for resuscitation electrolyte management was taken to labrotomy after optimization of her medical condition surgeon reported massive bowel infarction and incompatible with life with the available resources in sudan لو كانت في حتة تانية كان ممكن تعملها bowel transplant وشي كان من OR intubated طبعا هنا العيانة دي دي بتكون باللوو لو كتخشت مع الديabetes والهيبرتنش والبوليسيسي مروبرا كان بتكون priority 2 لكن هنا disease is very يعني advanced وما reversible هنا من خليها priority 4 طبعا لانا جات intubated في she was intubated بدينا discussion مع وكل يوم بنامشي خطوة جدام بعد دا الفيرس 24 حد تدفقنا معا هون ازا ما في ازا لا قدر الله حصل الرسمة حنعمل سي بي آر وبعد داك بدين ندعم 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 وده بعدين حنتكلم عنه في سيشن تاني على ندعم 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 طيب زي ما عندنا ندعم ندعم من العنبر للهدو والسي سي سي احيانا العيان ممكن يتحسن تطلعوا مثلا الناس اللعندون ابلابسي جاق وقف الأدوية او لاي سبب ياته ستيرس بعد تعالج وحصل لك ممكن يطلع البيت ادري الفلتر برضو ممكن يطلع البيت فبعض العيانين ممكن طوال من الاي سي يو يمشوا زي كان قو هوم طيب بنخرج العيان بيتين وين فيزيولوجيكال استيبلايز وقفت الانوتروب الاكسجين نزلت على سيمبول ماسك او نازل كانيولا مش كدة ما عندك سيفيرسي دوزي البايكارب بتاعك فوق الخمسطاشر والطمانتاشر وين بيشيولوجيكال استياتس برضو وينه دي تيريوريد واناكتف انترفنشن واناكتف انترفنشن واناكتف انترفنشن واناكتف انترفنشن زي الاكزامبل بتاع البوليس اي سي ميرو برافيرا الزول الماء انتوبات الدك بعد موصلنا التشخيص وما كان عندنا مكانية علاج وما في طريقة للترانس بلانت فهينا دا العيان دا وديناه زي نيكس ليفل اوف كير احيانا البلان بتحتمد على الريسورسيز انا اذكر كان عندي تو بيشينت واحدة كلهم الاثنين كان عندهم ادفانس ليور ديزيز كانوا فور ترانس بلانت واحدة فيهن هل كان عندهم المغدرة يعني كانوا هيدنك فور انتوباتيشن بالانديكيشن بتاعت الانتوباتيشن وكانت عندها المغدرة فهل جابوا اير امبيلانس والدوها وزرعت والان عايشة الثانية ما كان عندها امكانية وكان الوقت داك لستسلامها بدل لفر ترانس بلانت فهينا دا كان يعني بجيناها براير دي سري وخطيناها ماكتنا من الانفايزيف وقلنا اذا رسد ما هنعمل سي بي آر انفورشنيتلي شي ضايد الترياج دي مهمة اساسية من حق الناس الاي سي يو يحددو العيان ياتو سرير يدو للعيان وبرضو مرات دا توازن بين الخدمات حسب الحوجة وحسب الامكانات المتاحة عندنا هنا سري سيناريو الاول سفنتي سفن ميل ويز ابسيز ان هينت انتو الشوك لوعي اي مخرج وبرضو ماكسيمم دوز وبرضو ملوخ بلوخ عنده اكامي البي اي البي اي اي بح 7.2 الكيس التانى ثماني سنة عنده هارت فاليا اوفيرال فاليا البي اي اي سي من اكامي بلوخ والاخير ببحى وسبعين سنة ومالتاول هذه يزديا اي اي سي بي اي اي ساي اي سي بش يزيد أي لاي اي سي بحوث هم سبي اي ستبعين سنة والتاني CRRT. طيب يبقى هنا لازم واحد ينتظر ونشوف منوي خشياته مكانه. لو عينت العين الثلاثة ديل بتلقى بتاع النبرة ثلاثة ده. البلط بشر تحته كويسة. البي اتش. شوية اسيدوتيك سفون بوينت سري تو. البوتاسيوم في روم اف مديكال مانيما ياخد كالسيوم غلوكونات تديه انسولين ويز غلوكوز تديه نبيولايزر. فهنا ممكن يصبر شوية كده لغاية ما انا تو ادريس الاثر تو بيشن. العيان الاول انتو اينوتروب والبلوت بشر بوردر لاين ده لازم يخش الكنتينيوانس رينال ريبليسمان سيرابي سي ار 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 تي. فده ما عنده حال غير يخش المكانه ديه وحيقعد فيها اربعة وشرين لثمانية واربعين ساعة. العيان المرة اتنين هنا ده اه عنده سي في رسيلة وزي 7.02 لكن البلوت بشر ما بطال. وعند وحارت فاليا. فده نحن ممكن نغسل له ولكن نعمل سلو دياليس. فيبقى انت هنا احيانا بالامكانات المتاحة محتاج تحدد منه ياخد ياتو خدمة قبل الثاني. بسيط نوع اليك من المتاحة المستحفى. نوع الناس دياليس بيغة حظة امانة. غير وكثرة. نوع الناس من المتاحة المتاحة في البيت او في الامبولاتيس مستحى الغير و حان كده القررت انه يضان السلام بتاحت العناية وتزاد من المستحفى. من خمسة في المئة لعشرين في المئة النيشال ترياج of patient may follow guideline given prioritization model for admission أهم حاجة تعرف for priority حقت العيان to set the limit in an environment where ICU admission are rigorously screened for benefit and discharge is ongoing and continuous the need for triage is minimum يعني لو بنعمل حياتي يوميا بصورة كويسة بتقلي للحوجة حقتنا والمريض نمي تخرجه أحسن تكون واضح في أنك حتخرجه ولو في استضي توضح للصطفل معاك مثلا طلبت الالترساون هل الالترساون دي يعني لازم تدعمل والرزالت حقاتي تجي عشان تقرر ولا لا لازم تحدد what will limit his discharge when all ICU and step-down units are filled ICU and critical care director should have access to all of these units and have the responsibility and authority to admit and discharge patient from these زي ما ذكرنا أنو مراتنا إذا إذا ICU ما لا أنا ممكن أعمل سرير في HDU أو في CCU ممكن في 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 ركاوري قبل كده أنا في صوبة عندي مريض بالميزة حصل ليو ديليت ركاوري وما كان عندنا عيسيوب في النهاية وفنتلاتي تهم بالانستيزية ماشين لغاية الصباح حتى رتتنا ليو ومرات بنعمل سرير في الطواري إذا الطواري أصلا ما مجهزة وممكن في العمبر إذا عندك رسورسي تودي السببات المنزل من المنظمة من المنظمة 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 بيز على الكلينical condition تيكهم انتنسيب كاريوني can provide efficient and effective care to the critically ill patient by implementing well sought out admission and discharge criteria and triage process يبقى اي زول يعرف الدياغنوزيز criteria الobjective parameter model وبنقول الناس اللي عندهم خبرة ونصل اي سيو لازم اعرف الpriority مهم جدا تستطيع الpriority عشان تستطيع المهم جدا تستطيع الاجتماعي شكرا جدا